اذا واستشهد رضيع فلسطيني اختناقا بالغاز المسيل لدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم كما واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال عقب تظاهرات حاشدة ضمن جمعة شهداء الخليل في مدن الضفة الغربية واسفرت هذه المواجهات عن اصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي وحالات الاختناق ايضا كما اندلعت المواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال عند مستوطنة بيت إيل شمال البير حيث رشق مئات الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة وأشعلوا الاطارات المطاطية وأغلقوا الطرقات إلا أن الاحتلال تقدم إلى حي البلوع شمال البير وفي بلدة سلواد شرق رملا اندلعت مواجهات في المنطقة الغربية من البلدة بعد تواجد لعشرات الشبان على المدخل الغربي الرئيس وأقاموا بإغلاق الطرقات بالحجارة أمام الجنود الذين اقتحموا المكان وأطلقوا القنابل الغازية والقنابل الصوتية إلى ذلك انطلقت مسيرة عقب صلاة الجمعة في بلدة عنات شمال شرق القدس المحتلة باتجاه نقاط التماس مع قوات الاحتلال كما اندلعت مواجهة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في محيط مسجد بلال بن رباح عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم في جنين اندلعت مواجهة مع قوات الاحتلال قرب مدخل يعبد جنوب المدينة عقب مهاجمة الشبان حاجز دوتان العسكري بالحجارة والزجاجات الفارغة سقوط الشهداء اليوم يؤكد استمرار هذا الفعل الشعبي رفضا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ورفضا لما يجري في مدينة الكدس المحتلة نؤكد مواصلة طريق الكفاح الوطني نصرة لشهدائنا الابرار ورفضا لما يجري في مدينة الكدس من استباحة ومن تهويد جايتنا هون رد عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والاعدام الجماعة الذي يكون به يوميا ضد المدنيين هذه قوات الاحتلال لا تفهم لغة السلام ولا تفهم أي شيء في هذه الدنيا نحن نقول الاحتلال الإسرائيلي لا أمن ولا استقرار لكم ما دمتم تقومون بالجرائم الذي نقوم بها يوميا ترجمة نانسي قنقر